مشاهدين الأكارم للحديث حول هذا الملف يسرون ينضم معنا عبر سكايب المدرب الكروي الكابتن جمال علي مرحبا بك كابتن جمال في نشرة أخبار العراقية الرياضية أهلا بك سيدا دي تحية لك والكادر والجميع المتابعين شكرا جزيلا كابتن سؤال الأول كابتن وهو سؤال الأهم هل أصبح المدرب المحلي بضاعة كاسدة أم أن مغنية الحي لا تطرب لا بالحقيقة شوية هناك خلي نقول قساوة التقريرين يعني بحق المدرب المحلي لذلك لو راجعنا الكثير من المحطات الجميلة بالكرة العراقية راح نشوف المدرب العراقي موجود في هذا المشهد لكن إحنا ما نقدر نقول أنه المدرب العراقي هو الأفضل بالمطلق ولا المدرب الأجنبي أيضا هو الأفضل بالمطلق نعم لكن طرق حقيقة التقرير لأكثر من نقطة إحنا بدينا نتكلم عن الناشئين فإحنا ليش دللوم المدربين ليش ما نلوم المنظومة الكروية اللي هملة المراحل السنية لفترة طويلة الآن إحنا ما عدنا دوري منتظم حتى ينتجنا لاعبين شباب إحنا الآن بطولات الشباب هاي اللي يشارك بيها على مستوى الناشئين أو الشباب إحنا دمقاب الفرق عدها دوريات اللاعب يلعب النسبة المطلوبة بما يتناسب مع عمره من منافسات رسمية مع النادي ما لا إضافة إلى المنتخب هذا ما موجود إحنا عدنا للأسف يعني نعم أما موضوع يعني حقيقة تقارير أثارت أكثر من نقطة يعني يعني كان كان مفروض نسجلها ونتكلم عنها وحدة وحدة نعم لأنه موضوع انتقال أما موضوع اتهامات المدرب كابتن لأسلة جايتك وحدة وحدة بما يخص التقرير إذا كنت تقصد التقرير اللي أمتعنبي الزميل أمجد طليع لا بالتأكيد الأستاذ أمجد والتقرير اللي سبقه حقيقة التقريرين تبثل وجهة نظر محترمة نعم ولكن أنا مو من باب نقادي كابتن أتوقف عند نقطة مهمة جدا مع كل حديث عن تسمية مدرب أجنبي نلاحظ هناك هجمة من المهجمة أو تسويق للمدربين المحليين الذين يعني يعتبروا أنفسهم قد حققوا إنجازات كبيرة في الدور المحلي ومع بعض الأندية وهذه الإنجازات لا تغني ولا تسمن خصوصا مع لقاءات منتخباتنا الوطنية الخارجية أستاذ عدينا نحن في منافساتنا الآن مع الدول اللي ندخل بيها بالتصفيات سواء كأس عالم أو تصفيات آسية نعم نحن لا يجب أن نكون واقعيين إلى قبل إحنا 15-16 سنة كان عندنا مجموعة كبيرة من اللاعبين يلعبون بالدوريات صح قريبة من عندنا يعني الدور الإيراني أو الدور الإماراتي أو حتى لو قلنا الدوري الأردين كذلك كانوا لاعبين مرحلة كانوا يلعبون في أفولون قبرص اللي يشارك في بطالة أوروبا نتذكر في حين همثل هوار ملدى محمد وما أذكر بعد أيضا أكثر من اللاعب كانوا يلعبون لكن الآن قل لي أفضل لاعب عندنا يعني أفضل لاعب عندنا يلعب في دوري محترف خارج البلد أقصى شيء نحن الآن نحن ندعب في قطر حاليا كان عندنا بشار يلعب في دوري قويم والذي هو الدوري الإيراني وانتقل أيضا إلى قطر فقط الكابتر علي عدنان يعني يلعب في الدوريات الأوروبا حد الآن على حد علمنا إلى فترة قريبة كان هو يلعب ويشارك نعم وليس الدوري ممتاز واناك الدوري درجة أولا يلعب وهنا معناه هناك أيضا أكثر راجع صح ولا لا إذن أكثر راجع إحنا مهم جدا مهم جدا أن نعتني بقاعدتنا وثم نسهل عملية احتراف لاعبين على قلب الدول القريبة من عندنا يعني أنا أتمنى أن أشوف على سبيل المثال مثلا بالدوري التركي أو الدوري خلي نقول يعني دوريات خلي نسميها الدرجة الثانية في أوروبا إحنا لو قدرنا نسوق لاعبين بعد الاهتمام بيهم بالمراحل السنية هذه أنا أعتبرها انطلاقة مهمة نحو عقلية احترافية تكون مؤثرة عندنا بالدور المحلي لكن إحنا للأسف المشكلتنا الكبيرة هي بالأندية أنديتنا ما بيها اهتمام بالمراحل السنية في اعتماد على اللاعب الجاهز بنفس الوقت هناك أتفق مع التقرير هناك مجاملات لكن هناك في الموسم الأخير يعني كابتن عذرا للمقاطعة الاتحاد قرر أن تكون دوريات للفئات العمرية أشبال وناشئين شباب ولثلاث درجات هذا بإمكان أنه نرفض بمنتخباتنا وقبق قليل في اتصال مع الدكتور عدنان لفته طرحت علي نفس السؤال أنه هل سيكون هذا المنتخب منتخب الناشئين ممكن أن نحصل منك رافض لمنتخباتنا الوطنية في قادم الأيام؟ أستاذ عدي أنت تطلب جيل جيل يعني سنوات نعم إذن إحنا علينا أن نصبر حقيقة حتى إحنا يعني أنا قد لا أتفق مع الكثيرين بهذا الضغط الإعلامي الكبير على منتخب الناشئين هذه الأعمار ما تحتاج للضغط الضغط الكبير يأثر عليها يأثر على مستوياتها نعم من سبق إنجريد فيه برنامج إنه لا تتصور أن كل المواهد في هذه الأعمار ممكن أن تستمر بالتطور وبالتالي يتمثلك بالمنتخب مستقبلا نعم هناك عوامل كثيرة تأثر لذلك هاي العوامل اللي يتأثر ضرورة اختيار المدربين اللي يعارفين خلو نقول خصوصيات كل مرحلة من هذه المراحل نعم كابتل نبقى في موضوع المدربين حتى ما نطلع من موضوعنا الأساس يعني إحنا نتحدث عن المدربين المحليين لماذا تصور أغلب إدارات الاتحادات المتعاقبة على تسمية المدرب المحلي سواء في المنتخب الوطني الأول أم في الفئات العمرية وباقي المنتخبات يعني المقصود لماذا الإصرار على المدرب المحلي نعم هل بسبب عدم توفر سيولة أم لكون المدرب المحلي متاح أمامها لتسميته للمنتخبات أم أسباب أخرى برأيك لا أنا أشوف أن الاتحاد هو مسؤول عن تطوير المدرب المحلي وإعطاء الفرصة نعم إذا المدرب يسميه الوطني إذا بوطن ما يحصل فرصة وين يحصل الفرصة لذلك إحنا هناك أهمية بجلب ليس مدربين على مستوى المراحل السنية المراحل السنية عدنا كفاءات وعدنا مدربين في هذه المراحل يحتاجون إلى مشرفين ينظمون برامج التدريب لهذه المراحل يعني أنا ممكن أجيب مشرف ينظم البرامج على تواصل مع دوري منتظم في ملاعب منتظمة هذا اللي ممكن أن ترفع من مستوى المدرب واللاعب لأننا هذا المدرب ضروري أيضا أن نعده وهي مسؤولية الاتحاد والمنظومة الكروية لتطوير المدرب العراقي نحن مدرب العراقي طموح حقيقة والدليل أنه كثير من المدربين راحوا على حسابهم الخاص حتى يحصلون شهادة أي وشهادة برو لأن مثل برو لحد الآن بالعراق ما تمت أي دورة تدريبية نعم وهذا ما نتحدث به أنه أداء المنتخب هو انعكاس لمستوى الدوري المحلي فكلما كان الدوري قويا ومنافسة قوية ممكن أنه ينتجنا مدربين لاعبين قاعدة من الرياضة العراقية قوية ورصينة حكام أيضا استضع حكام فعلا هي المنظومة كلها لكن كل مشاكلنا هذه المتلخصة في ابتعادنا عن الاحتراف نحن الكثير من هذه المشاكل لو صار هناك احتراف حقيقي وطبعا الاحتراف لا يجيب سنة أو سنتين لا يحتاج فترة يحتاج وعي والتالي ادخال رؤوس أموال وعدم الاعتماد على ميزانية الدولة على مدى سنوات تقليص هذه الميزانية حتى لن يقوم تعتمد على نفسها ذاك الوقت راح نتخلص من كثير من المجاملات في خيارات المدربين ويتنعكز حيانا في خيارات بعض اللاعب نعم كابتن يعني بصفتك يعني متخصص في مجال التدريب الكروي يعني منذ قرابة العشر سنوات لم يتخرج أو لم ينتج منتخباتنا الوطنية ومدربين المحليين لحد الآن ظهير أيمن لدرجة أن بعض اللاعبين يظهرون في وسائل الإعلام ويصرحون بصريح العبارة بأنه أنا فقط من يتولى جناح الظهير الأيمن فبرأيك مثل منتخبات السعودية وقطر واليابان وغيرها على صعيد القارة كيف بإمكاننا أن نجاريها إذا كنا على مستوى مركز واحد ما نقدر ننتج لاعب أستاذ عديب نحن هي سلسلة مترابطة نعم نحن يمكن تكلمنا قبل شوية لما ما يكون عندنا دوريات منتظمة على مستوى الناشئين أو الأشبال والناشئين والشباب وكذلك فريق الرديف نحن متى ما انتظمت هذه العملية يكون هناك ترابط يعني على سبيل المثال مدرب الفريق الأول منتخب الأول والرديف يطالبون مدرب مثلا فريق الشباب أن يجهز لاعب بالمركز الفلاني على سبيل المثال أنت ذكرت مدافع يمين نعم أن يهيئون مدافع يمين لأنه هناك فراغ أو ضعف في هذا المركز على مستوى المنتخب الأول هكذا العمل يتم وبالتالي اللاعب الموهوب ممكن يرتقي من مرحلة إلى مرحلة أعلى لو ساعدت جانب البدني كابتن أنا إذا أتحدث معاك بصفتك يعني كونك يعني مدربوا ربما تميل إلى كفة المدربين أنا إذا بصيغة العتب أنه مدربين المحلين ما استطاعوا خلال عشر سنوات أنه ينتجوننا ظهير أيمن هو هنا أنا أستاذ عدية أولاً أنت لو تتكلم عن مدرب الفريق الأول أنت تعرف أنديتنا تريد نتائج آنية فالمدرب متى ما ما شاف عنده فراغ في مركز معين قد يلجأ إلى اللاعب الأجندي حتى يحل هذه المشكلة لأنه إعطاء الفرصة للشاب والصبر عليه أنت المدرب اليوم عندنا بالدور المحلي إذا خسر لخسارتين ثلاثة يقولوا له شكراً هنا الجانب هذا أيضاً يجب أن يكون هناك تفاهم وستراتيجية عمل أنت اليوم شنو أهمية اللجان الفنية أو المستشار الفني بالنادي اللي ما موجود عادة بأكثر كل نديتنا تقريباً ما موجود عندنا مستشار أو لجان فنية هو وضع استراتيجية وبناء لاعبين وبالتالي أيضاً هناك استقطاب لاعبين في بعض المرات هاي كلها ما موجودة عندنا فإحنا لنذب باللوم كلها على المدرب 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 خاصة المدرب الأول المدرب الأول المفروض يجي اللاعب جاهز يعني ما معقولة أنت المدرب تعمل على مستوى فريق أول وتعلم اللاعب مبادئ أولية مبادئ اتفاعة ومبادئ الهجوم فهذه ما موجودة لأنها تأخذ الكثير من وقت المدرب لذلك هذا المفروض التهيئة تكون بالمراحل السنية أنا كل مشاكلنا أعزيها لعدم الاهتمام بالمراحل السنية والتي تتحمل الأندية بالدرجة الأولى وكذلك طبعا المنظومة على رئيس الاتحاد نعم كابتن جمال يعني لاحظ أنه في أغلب المباريات اللي يقودها المدربين المحليين يتمسك المدرب المحلي بأساليب لعب قديمة قد أكلت دهر عليها وشرب ولا يلجأون إلى أساليب اللعب الحديثة وطرق بناء الهجمة والدراسات الحديثة اللي وصلت لها بكرة القدم من حيث الوصول وتدرج الهجمات وصولا إلى هدف المنافس يعني ما السبب وراء ذلك يعني هل عدم تطوير قدرات وقابليات المدرب المحلي يخلينا بهذا المعترك مو هذا يعني جوابي أيضا مرتبط بالجواب السابق اللي هي عملية الصبر على المدرب يعني اليوم أنت من تريد تغير أسلوب بالفريق وتريد الفريق على سبيل المثال أسلوب اللعب تعتمد على المناولات القصيرة والبناء من الحارس مثلا والتماشي تتصور هذا يجي خلال شهر أو شهرين لا هذا يحتاج وقت طويل خصوصا إذا اللاعبين كانوا يحملون فكر ثاني أو أسلوب ثاني ما ممكن بين يوم واليالي أضف إلى هذا المهارات اللاعبين هي اللي تسهل عملية تطبيق أسلوب معين خصوصا إذا كان أسلوب حديث حضرتك تقول لا تتصور أنت ذو المدربين الكبار مجرد فكرة خلال اللاعبين لا إمكانيات اللاعبين ساعدتها إلى أيضا على تطوير الفكر نحو أسلوب حديثة باللاعب إذن العملية مرتبطة مدرب كل ما كان عنده لاعبين جاهزين على مستوى مهاري عالي ومستوى بدني بالتالي يقدر يرتقي بالفكر أما إذا كان ناحية ينهي بها خلل بالتالي راح يبقى نتأخر اليوم أنت اليوم أجيب لك مثل بسيط اليوم أنت تريد جيب لاعب بالوسط يقدر يتصرف تحت الضغط يقدر يتخلص من الخصوم هذه كلها ما تجي فقط من الموهبة موهبة وتطوير هذه الموهبة نعم الكابتن جمال علي المدرب الكروي كنت معي عبر سكايب من تركيا في نشرة أخبار العراقية الرياضية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر